ما وراء التطمينات الإعلامية لحركة طالبان والوعود بعدم الانتقام وجه آخر خفيف في الواقع بدأ بالفعل يظهر لكل هذه التحركات الأمريكية وما قد تنجم عنه إذن عملية مطاردة سرية للمسؤولين السابقين هذا بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في عقاب طبعا الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان وقد كشفت عن ورود تقارير متزايدة عن عمليات سرية من الاعتقال والاختفاء وحتى الإعدام حجم الحملة من الصعب تحديده كما أن هناك في الواقع غموضا عن مستوى المسؤولين في طالبان الذين سمحوا بالاعتقالات أو الإعدام كونها تجرى في الظل هذا بحسب التقرير لكن الخوف الآن أن تتوسع تلك الحملات الانتقامية بعد أن أنهت القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان الحركة من جانبها نقلت ما وصفته أو نفت بالشائعات عن وجود قوائم اغتيالات أو عمليات دهم من منزل إلى منزل لكن ما يؤكد نيات طالبان للانتقام وفقا لنيويورك تايمز أن الحركة بعد أن سيطرت على كابل قبل أسبوعين توجه المسلحون على نحو مباشر إلى مقرين مهمين هما مديرية الأمن القومي ووزارة الاتصالات الهدف تأمين ملفات ضباط المخابرات ومخبريهم وأيضا الحصول على وسائل تتبع أرقام هواتف المواطنين الأفغاني وهو ما يعني بحسب التقرير أن مئات الألاف من الأفغاني أصبحوا الآن تحت التهديد المباشر لطالبان